السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سوف نقوم بتصحيح امتحان موحد جاوي لسنة ثلاثة ايدادي دورة يونو الفين وثلاثة عشر في مادة الاشتماعيات. جاء في مادة الجغرافية الشغال بالوثائق. هناك جدول مداخل السياحة المصري بمئة دولار ثم نص جغرافي او السؤال حول موثائيات الوثيقة رقم واحد الانبيان المناسب بان الجدول يستضمن سنوات. المبيان المناسب هو مبيان بالمنحانة. مألة الارقام يعني ليس الارقام كبيرة اكبر رقم هو اثنى عشر فسر الخمسة. سيكون مقياس على الشكل التالي واحد سنتيمتر يساوي اثنان مليار دولار. سنقوم برسم محورين واحد عمودي خاص بالاراتيب ثم واحد افقي خاص بالافاصيل سنقوم بكتابة السنوات عليه. بعد رسم المبيان وكتابة العنوان وكذلك المقياس سنقوم بالجواب على السؤال الثاني وهو وصف تطور مداخل السياحة بمصر. نراحل من خلال الجدول وكذلك المبيان المداخل السياحة بمصر عرفت تطورا حيث تتفعت من ثماني مليار دولار سنة الفين وستة الى اتناشة فسر خمسة مليار دولار سنة الفين وعشرة ولكن في سنة الفين وحدة عشر عرفت تراجعا. بسماء السؤال الموالي فسر وضعيات الفين وحدة عشر اعتماد على الوثقاء اثنان. اذا نرجع سبب انخفاض مداخل السياحة حسب النص الى حدود طولة خمسة وعشرين يناير الفين واحد عشر. فيما يخص السؤال الثالث مكان السياحة في الاقتصاد المصري تشكل السياحة اذا احدى ركائز الاقتصاد المصري حيث كانت تستقبل حوالي اربعة عشر فاصل سبع مليون سائح مما يساهم في توفير مداخل للدولة. بالنسبة للسؤال الموالي الصعوبة التي تواجهها مصر هي التدخم المالي من خفاض مهوي لحجم الاستثمارات الاجنبية ارتفاع حجم الديل الخارجي واشكالية الانتقال الديمقراطي. اما السؤال الاخير فكان على شكل تالي اكتب فقر مركزات بريسيا مقاومة السياحة المصرية. فيما يلي مقاومة السياحة المصرية مقاومة تاريخية تتمثل في الاهرامات والمواقع الاترية والاسلامية ثم المعابد الفرعونية. مقاومة طبيعية تتمثل في السحاري والواحات ثم السواحل. مقاومة جهزية كالفنادق الضخمة المصنفة وشبكة الطرق المهمة والمطارات الدولية. اعرف اسر الموضوعية كانت مادة المواطنة او السؤال كان هو الاجابة لمجموعة من آآ مفايم وهي التورات تلمية مستدامة البيئة وحوار الاديان. اذا فالتورات ومخالفة الاجهة السابقة في ميادين الفكري والادبي والتاريخية والاثري والميمارية. اما التلمية مستدامة في تنمية لبي حاجات الحاضر دون ان تعرض الخطر قدرة الاجهة المقبلة لتلبية حاجاتها. البيئة هي الوسط الذي نعيش فيه هو يتكون من الهواء والماء والتربة والكائنة الحية اضافة للنسان ومنجزته. اخر مفهوم هو حوار الاديان. تلك اللقاءات التواصل والحوارية بين الديانات السماوية هدفه الحفاظ للسلم العالمي وتعايير السلمي. السؤال الثاني سلبسان. تعتبر الابواب والقصبات والمساجد والقصور الجواب المناسب هو تورات مادي. تعتبر عدو التقاليد والموسيقى عبرانتورات فني. تعتبر معدو مصدر الطاقة الاحفورية موارد غير متجددة. اما اخر الجملة تعتبر التروات المائية والنباتية والحيوانية موارد متجددة. السؤال باء اجيب بسعي وخطأ. تقوم السلسة التعايش السلمي على حل نزاعات دولية بتدخل عسكري خطأ. تم استرجاع اقليم مودي الدهب سنة 1979 صحيح. اما بسبب الجيم جاء هناك في الجدول مجموعة من الخانات خاصة بالموارد الطبيعية كالموارد المائية والغابوية. اجراء تقوم به الدولة في المغرب من حفاظ على هذه الموارد. ثم اقتراح ما ستقوم به المحافظة على هذه الموارد. ما يخص موارد المائية. يمكن للدولة ان تقوم باعتماد استراتيجية تدبيع موارد المائية. اما الاقتراحات مثلا عدم رامية النفايات في الانهار الاقتصاد في استخدام الماء. بالنسبة للموارد الغابوية. الاجراء الذي ستقوم به الدولة اعداد تشرير من طرف الجماعات المحلية. اما الاقتراحات فهي عدم قتل اشجار بطرق عشوائية وعدم ادرب النار بالغابة وعدم القاء النفايات بها. فيما يخص الموضوع الثالث في مدى التاريخ سيتيب كتابة موضوع مقالي. ساهمت اوضاع ما بعد الحرب العالمي الاولى باوروبا في وصول الحزب النازي الى السلطة بزعام هيتلر الذي نهجه سياسه التوسعي pidو cancelled дов???? ثمي الاوضاع السياسي والاقتصادية التي ساهمت في وصول هيتلر الى الحكم بالمانيا ومظور السياسة التوسعي الى الانظمة الدكتautresية في اندلاء الحرب العالمي الذانية. ساهمت اعداد ظروف في وصول هيتلر للحكم بالمانيا من الظروف السياسية التي تمثلت لفرض الحلفاء حكومة فيمار على ألمانيا سنة 1919 وذلك بعد الهزيمة في الحرب العالمي الأولى ثم فرض شروط قاسية عليها في معادة فيرساي إضافة إلى دور صراعات بين الأحزاب السياسية ثم الظروف الاقتصادية تمثلت في انتشار الأزمة الاقتصادية لسنة 1929